المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المصاري الأممي من أجل التواصل إلى حل عادل ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية دولياً الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين روس على خلفية قمع المعارض الأبرز للكريملين أليكسي نافالني وموسكو تصف القرار بالمحبط أما في الرياضة رونالدو يقود يوفنتوس لاستعادة المركز الثالث بالكانتشو نشرة الأخبار نقدمها منك الذنكاتفي بتنجى أهلاً بكم أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المصاري الأممي من أجل التواصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الذي طال أمده في المغرب وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول موقف إدارة بايدن إنه لا يوجد أي تحديث في الوقت الراهن وإن ما قيل سابقاً لا يزال ساري المفعول بشأن قضية الصحراء وأضف المتحدث أن أمريكا ستواصل دعم مصاري الأمم المتحدة لتفعيل حل عادل ودائم لهذا النزاع كما ستواصل دعم عمل المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار ودرء العنف في المنطقة على صعيد آخر تم أمس بالرباط خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقبي مولاي حفظ العالم تم التوقيع على 52 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت أكثر من أربعة ملايير الدرهم وتهم الاتفاقيات قطاع النسيج والقطاع الكيموي وشبه الكيموي كما تهدف بعض المشاريع إلى تصنيع البدائل الحيوية ومستحضرات التجميل وزيوت الأساسية والمنظفات والطلاء البلاستيكي التفاصيل في تقرير لفاطمة بوتغرصة بغلاف مالي يقدر بأربعة مليار درهم ويزيد وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وقعت 52 اتفاقية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتهم أربع عشرة اتفاقية من بين هذه الاتفاقيات قطاع النسيج وتهدف إلى إنجاز مشاريع لتصنيع أسرة النوم والأقمشة غير المنسوجة وتتعلق عشر اتفاقيات أخرى بمشاريع في القطاع الكيموي وشبه الكيموي لسيما الصيدلة والكيمياء العضوية والبلاستيك وتهدف هذه المشاريع بدورها إلى تصنيع الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية ومستحضرات التجميل والزيوت الأساسية والمنظفات والطلاء البلاستيكي أما بخصوص الاتفاقيات السبع الأخرى فتتعلق بمشاريع في قطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية وترم بالخصوص إلى إنشاء وحدات صناعية مختصة في إنتاج طفايات الحريق ومصابح أعمدة الإنارة العمومية والحضارية وبالنسبة لقطاع صناعة البلاستيك فقد تم توقع ستة اتفاقيات لإنشاء وحدات صناعية خاصة في مجال إعادة تدوير وإنتاج الأدوات المنزلية البلاستيكية والخراطم البلاستيكية وتصنيع أغطية قنينات الغاز وأصص الحضائق وحاوية النفايات الطبية وفي قطاع الصناعات الغذائية وقعت ستة اتفاقيات لإحداث مصانع لمعالجة وتثمين الأسماك فضلا عن مشاريع أخرى تتعلق بإنشاء وحدة شبي أوتوماتيكية متكاملة لإنتاج الكوسكوس أما الاتفاقيات المتبقية فتتعلق بقطاع صناعة مواد البناء وصناعة الأخشاب والأجهزة المنزلية والإلكترونية وصناعة السفن وتدخل هذه المشاريع الإنتاجية في إطار بنك المشاريع أحد أهم أعمدة مخطط الإقلاع الصناعي بالمغرب ويرتقب أن تساهم في خلق أزيد من 12500 منصب شغل في الجهات التسع المعنية وفي خبر آخر أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وستمائة وثلاث وثلاثين حالة شفاء وخمس حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من التلقيح إلى مليونين وخمسمائة واثنين وخمسين ألف وسبعة عشر شخصاً وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 481.263 حالة ومجموعة حالات شفاء التام إلى 465.297 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8.559 حالة مغربياً تظاهر ألف الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى في الذكرى الثانية للحراك مطالبين بما وصفه بتغيير حقيقي بعد أيام من إجراءات اتخذتها السلطات وشملت الإفراج عن عشرات الناشطين وبعد توقف لمدة عام تقريباً بسبب تفشي فيروس كورونا عدى المتظاهرون المطالبون بإرساء نظام ديمقراطي ومكافحة الفساد إلى الشوارع وسط انتشار أمني مكثف وفي العاصمة احتشد المحتجون أمام ساحة البريد المركزي ورددوا شعارات تنادي بمزيد من الحريات وبتغيير حقيقي في البلاد وسار المتظاهرون وسط العاصمة وهم يلوحون بالأعلام الجزائرية ويهتفون بشعارات سبقة وأن رددوها من بينها دولة مدنية وليس عسكرية وبحلول المساء تفرق المحتجون وسط العاصمة بشكل سلمي في حين تعهد الطلاب الذين شاركوا في المظاهرة باستئناف مسيراتهم الأسبوعية كل يوم ثلاثاء دولياً اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على مسؤولين روس على خلفية قمع المعارض الأبرز للكريملين أليكسي نافالني وأنصاره وقال ديبلوماسيون في بركسل إنه تم توصل إلى اتفاق سياسي لاستخدام نظام العقوبات الجديد المرتبط بحقوق الإنسان للمرة الأولى من أجل معاقبة أربعة مسؤولين روس ضالعين في سجن نافالني وقمع أنصاره من جانبها استنكرت موسكو قرار وزراء خارجية دول الاتحاد واعتبرته محبطاً ويستند إلى ذرائع ملفقة واعتبرت روسيا أن الاتحاد لجأ مجدداً إلى لغة العقوبات غير ناجعة عوضاً عن إعادة التفكير بشأن النهج الذي يتبعه في العلاقات مع روسيا وأشددت على أن المطالبات بالإفراج عن نافالني غير قانونية نختم بالرياضة حيث قاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس حامل اللقب إلى استعادة توازنه والمركز الثالث من روما بمساهمته الفعالة في الفوز على ضيفه كروتوني بثلاثة أداف نظيفة على ملعب آليانز أرينا في تورينو وذلك في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي وحسم رونالدو نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثنائية في الدقيقتين الثامنة والثلاثين وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول رفعا رصيده إلى ثمانية عشر هدفا في الدوري هذا الموسم ومنتزعا صدارة لائحة الهدفين بفرق هدف واحد من مهاجم انتر ميلان الدولي البلجيكي لوكاكو مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة للمزيد من الأخبار زور موقعنا الإلكتروني كفانكات بون تيفي شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة